حرب أخرى تفتك باليمنيين الكوليرا تنتشر بسرعة كبيرة في ظل بيئة غير آمنة تمكنت فيها خلال نهاية مارس وبداية أبريل من قتل أكثر من 320 وإصابة ما يفوق 160 شخصا حتى الأحد الماضي وفق إحصائيات مكتب الصحة بصنعه ثلاثة أسابيع الموجة كانت مخيفة جدا وموجة كانت كبيرة جدا جدا الموجة الجديدة للكوليرا انتشرت وفق تصريحات أطباء ليرويترز على نطاق واسع للغاية وسهم تلوث المياه والغذاء في زيادة توسع الوباء كما أن فقدان المواطنين للرعاية الصحية جعلهم عرضة سهلة للوباء بعد أن دمرت الحرب أغلب المرافق الصحية منذ سنتين ونص لم نتلقى أي فاكسيشن للعاملين في المركز من أطباء أو من عاملين ذنين ما وفر بيئة خصبة للوباء هو وضع التواقم الطبية التي تعيش وضعا صعبا فوفق مصادر طبية لم يتمكن العاملين في القطاعات الصحية من الحصول على الإمكانيات اللازمة لاستمرار عملهم كانت تحقيقا استقصائيا لوكالة أسوشيتا دي بريس قد اتهم ميليشيا الحوثي بعرقلة توزيع لقاح الكوليرا بعد أن ظلت طائرة أممية عالقة في مطار أحد الدول الأفريقية من صيف 2017 حتى مايو 2018 بسبب رفض الحوثيين تسليم اللقاحات التي تصل إلى نصف مليون جرعة وهو ما أدى لإلغاء شحنة الكوليرا وأودى بحياة الآلاف من المواطنين التحقيق الدولي اتهم جميع الأطراف المحلية والإقليمية بتسليس الكوليرا مؤكدا على أن الحوثيين يستغلون ضعف الوام المتحدة وتأتي هذه الاتهامات بالتزامن مع تاكيد مراقبين دوليين بأن استمرار أزمة الكوليرا مثلها مثل الحرب وسيلة الحوثي في إطالة أمد بقاياه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر